موسيقى تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عصر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طبور اللياقة وأشهد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس السلام عليكم سعيد أن ألتقي بيكم النهاردة وأتكلم معكم شوية أنا عارف أن الاختبارات النهائية للكلية أو للأكاديمية خلصت بالكامل وأتصور أن نستعد لحاجتين في وقت واحد تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل وأيضا استعبال دفعات جديدة من الطلبة الجدد إن شاء الله الحياة بالمتابعة مع القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية أنا باطمئن دائما عليكم وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بيكم والحديث معكم بيزداد كل يوم تقديري للجهد المبزول وللأعداد الكبير اللي احنا أو اللي بتقوم بالأكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا وإحنا في كل يوم في تطوير مستمر وبالمناسبة النقطة اللي أنا بقولها داية إن احنا نبقى دايما في تطوير مستمر ده الحال أو ده سنن الدنيا واللي اتوقف عند حال معين أو عند موقف معين أو عند تطور معين التطور ده حيبقى ناجح لفترة ثم حتتجاوزوا الأحداث بعد كده وبالتالي زي ما بقول كده إن احنا محتاجين دايما وانا بقول لكم الكلام ده وانتم يمكن يعني سواء كانوا الطلبة اللي حيتخرجوا أو الطلبة اللي موجودين دلوقتي تبقى النقطة دي واضحة بالنسبة لهم احنا في تطور مستمر هو ده حال البشرية وده حال الناس مهم قوي إن انا برضو أطمنكم على حالنا وانا يمكن كنت في سلوم من كم يوم والمهم فيها إن أنا بأكده معاكم دايما إن احنا لم نتوقف أبدا عن العمل وزي ما قلت هناك وبيقول لكم برضو احنا في عمل مستمر على كل قطعة أو كل شبر من أراضي مصر طيب الأزمة اللي كل الناس المتحسبة منها وكل الناس القانة منها عدت علينا أزمات كتير في مصر وبالجهد وبالمصابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله والأزمة اللي أنا بتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي احنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها وزي ما قلت كده برضو إن احنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم يعني سواء كوفيد نوينتين موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي أو على الاقتصاد العالمي وإحنا مرتبطين به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية وبرضو متأثيرها على الأسعار وكده المهمة أول إن انا إيه اللي يهمنا في الموضوع؟ إن إحنا بنقول رغم الأزمة كبيرة ديت ورغم ارتفاع الأسعار بتاع التسلع الأساسية حتى مع البهد اللي إحنا بنبذله يمكن أنتم خلال شهور قليلة إن شاء الله هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي إزراعية سواء كان في الدلتا الجديدة أو في توشكا أو في شرق الأواينات وإحنا بنكلم على أكثر من يعني لو مجموعة الأراضي دي كلها حتى تسينا كمان لو حطينا مجموعة الأراضي دي أكثر من ثلاثة مليون فدان مع أرجل في المصر كمان يعني إحنا بنكلم في كمية ضخمة جدا عمل وجهد وحجم أراضي عشان تعمل إنتاج زراعي غير مسبوك في فترة زمنية مش كبيرة قوي طب حتى مع ده هنبقى إحنا محتاجين يبقى عندنا استراد لسلع أساسية زي الأمح والدرة وزيت الطعام أيوة بكميات كبيرة أكيد إن إحنا على الأقل بنتكلم في 18-19 ويمكن نوصل لـ 20 مليون تن أمح حجم الإستعلاك المحلي في مصر في السنة الوحدة حتى لو إحنا أنتاجنا نصه هنبقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر وبالتالي أيضا إحنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيرة عشان هنستبقى شايفة ليه ليه إحنا الأسعار زيتت علينا زيت الطعام إحنا بنستود أكتر من 90% من استهلاكنا بالمناسبة كل اللي أنا بتكلم فيه ده إحنا بنستورده بالعملة الحرة وبنبيعه للناس بالجنيه المصر ويبقى بالتالي مطلوب إن إحنا ندبر دايما عملة تكافي كل مطالبنا ومستلزمات الإنتاج وحاجات كتير قوي إحنا بنكلم على أرقام كبيرة قوي نتوقف قدام مش الأرقام ديت لكن نتوقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبينا وإحنا بنتأثرين بيها لكن إحنا متوقفين؟ لا طب إحنا في حاجة تقلقنا على إن يبقى فيه يعني أزمة في المواد اللي إحنا بنتكلم فيها دي لا طبعا إحنا عاملين حسابنا دايما إن يبقى فيه يعني من خمسة لستة شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل عشان تبقى دايما عندنا فرصة إن إحنا نجابها أي زرف نفس الكلام على الوقود إحنا بنتكلم في عشرة مليون سيارة بتتحرك كل يوم على ابتداد الجمهورية بالكامل أنت محتاجة أيضا تجيب لها الوقود اللازم ليه وبرضو أنت جزء كبير من ده أنت بتستورده من الخارج متوقع موضوع المحطات الكهرباء تصوروا إن إنتم محتاجين في اليوم 18 ألف تن مزود عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان تطفر الطاقة في الظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال اليام اللي فاتت ويمكن برضو احتباء معنا شوية جدا أنا بتكلم يعني أكتر من نص مليون تن مزود في الشهر تمانهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار ده غير الغاز اللي إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني إنتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي يعني لو ما كانش الإنتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا إحنا هنبقى يعني في قزمة كبيرة أو الحقيقة الحمد لله رب العالمين أنا بس حبيت إن أنا أطمنكم وأقول إن إحنا قد تكون الأسعار بتاعت السلع مرتفعة وده أمر يعني محل تقدير مننا والحكومة بتعمل لوقتي على يعني مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم وزي ما بقول دايما مصر دايما لها سوابت في سياستها بتتسم دايما بالنهاية تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة وده مش أنا بس اللي كنت أحريص إن أنا أقدير سياستنا الخارجية بالطريقة ديت لكن أتصور إن إحنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال وما زلنا على كده لأن نتدخل في شؤون الآخرين ونبقى عامل إيجابي دايما في إيجاد حلول الأزمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا وهي كتير زي ما أنتوا شايفين دول الجوار عندنا أشقائنا في ليبيا أشقائنا في السودان بدون شك الأزمات دي لها تأثير علينا أيضا ولكن إحنا بنحاول نكون عامل إيجابي في إيجاد حلول لهذه الأزمات ويمكن أنتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار وكان الهدف منه أن إحنا بالتنسيق مع دول جوار السودان إحنا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء ويعني تعود السودان مرة تانية يا رب وفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله ده تقريبا يعني ملخص الموقف ودائما بقولتنا إنه مش عشان إحنا موجودين لا عشان إنتم موجودين وقابلنا كلنا في ربنا موجود وإحنا بندايما وإحنا بنقول ربنا موجود ربنا متطلع علينا وشاهد على إن إحنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة ديد حارسين على إحنا دايما نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات وإحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى إن موضوع الأزمة الاقتصادية دي نوجد لها حلول نهائية ومش هتقول عليكم فيها لكن عايز أقول إنه لازم خلال خطة طموحة جداً جداً موضوع الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستراد بأن إحنا يبقى لي عندنا بدائل في مصر أو إنتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات أو هذه المنتجات اللي إحنا محتاجينها في حياتنا اليومية لو إحنا قلنا إن فاتورتنا في السنة استرادنا من الخارج اللي محتاجين له عملة حرة سواء كان من سلعة أو من مواد بترولية أو من مستلزمات مختلفة لتدخل في الصناعة في مصر أو أدوية يعني اللي هو الاحتياجات الضرورية اللي منقدرش أبداً مهما عملنا إن إحنا نقول إن هي مش أساسية منكلم في رقم كبير قوي طول ما الرقم الكبير ده إحنا مش قادرين نوفره بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل لي جوا مصر إحنا حنبقى بنعاني وأنا بقول هلكم بمنتهى الصرحة لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه ولما بتكلم على إنتاج زراعي لتلاتة أربعة مليون فدان ده رقم كبير قوي عشان يعني يقلل جزء من فاتورة استراد السلع الغذائية فمهما حتى كان إنتاجنا الزراعي اللي أنا بقول بكل تواضع يعني إن إحنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سينة أكتر من ربعمية وخمسين ألف فدان وفي الدلتة حوالي اثنين مليون فدان تقريباً وتوشكا وشار الأعيانات زي يعني حوالي مليون كمان ومناطق أخرى باني سوي فورمينيا حوالي ستين ألف فدان كمون بحوالي مية وخمسين ألف فدان كل ده يعني ما حد يسمعه يقول يعني يعني كل الأرقام التي بتقولها بالإضافة لللي كان موجود قبل كده ولسه آلس لأن إحنا ما شاء الله يعني مية وخمسة مليون وفي تسعة مليون موجودين معانا كمان محتاجين إن حاجتهم تبقى موجودة هنا فاصل مش عايز أطيل عليكم عشان ما أخدش وقت الطابور بينكم سعيد باللي أنا بسمعه وسعيد باللي أنا بشوفه ورباني وفقكم وأنا قلتلكم قبل كده وبقولها دلوقتي إن الأكاديمية ما بقاش دورها فقط إن هي تقوم بتأهيل واعداد الطلبة دي كليات العسكرية لكن هي بتقوم أيضا بدور وأنا بأكده هنا بدور في أعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة الناس اللي تتولى وظائف تبقى مسؤولة وتبقى مكتهدة وتبقى أمينة وتبقى مخلصة فاحنا بنحاول إن إحنا نساهم مساهمة في أعداد وتأهيل الكوادر دي أمينة وتبقى مخلصة لمدة ستة شهور وبعد كده نشوف النتائج دي تحتابقى عاملة هل فعلاً المصار ده بحق اللي احنا عايزينه وفعلاً بيبقى الإعداد والتأهيل اللي احنا عملناها جيد ولا محتاجين نضيف عليه حاجة مرة تانية كل سنة وانتو طيبين والناس اللي هتتخرج بهنيهم مبدئياً كده يعني وان شاء الله الدفعة الجديدة تدخل الكلية أو تدخل الأكاديمية بالتوفيق كل أنا بشكركم وبأتمنى لكم كل التوفيق وربنا دايماً يحفظكم ويحفظ مصر شكراً جزيلاً السلام عليكم السلام عليكم كما تفقد عدداً من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة